السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء لبنتنا العزاء طلاب السنوية العام مع المعلوم أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم اليوم نستكمل لقاءتنا في الفصل الثالث التكاثر في الكائنات الحية بناخد أول مجموعة من التكاثر في الكائنات الحية هناخد النهاردة موضوعنا الرئيس النهاردة عن صور التكاثر اللاجينسي أكدنا مع بعض أن صور التكاثر اللاجينسي تحدث في الكائنات البداية معظمة حيوانات بدائية معظمة بعض النباتات لو جينا شوفنا عندنا كان التكاثر اللاجينسي بيتطلب وجود فرد أبا وواحد بينفصل منه خلية أو نسيج أو قطعة ممكن ينفصل منه جرسومة أو أكتر نبص بالله كل الانفصل يستطيع أن ينقسم وينم ويكون مين مرتين هنا فرد كامل وإحنا بنتكلم مع بعض شوفنا تكاثر اللاجينسي يتميز بقدرة عالية جدا على إنتاج الأفراد بسرعة إنتاج الأفراد بسرعة طبعا بوافرة بيبقى فيه وفرة في الناس الناتج زي ما قلنا نهاردة نبتدي بقى نركز مع صور التكاثر اللاجينسي ونتكلم عنها صورة صورة هنبدأ بالانشتار السوني نكلم كمانا عن التبرون نكلم عن التجدد تكاثر بالجراسين الأربع مواضيع بتوعنا دول أم دول موضوعنا الأساسي في لقائنا الآن نستكمل بعد كده تكاثر بالتوالد البكري أو التكاثر العزري أو التوالد العزري أو التكاثر البكري طبعا بعد كده بننتهي بقى من زراعة الأنسجة ونشوف كيف تحدث في الكائنات الحي نبدأ رحلتنا اليوم مع الانشتار السوني زي الطريقة العجيبة السريعة اللي بتحدث في بعض الكائنات وحيدة الخلية في الكائنات وحيدة الخلية زي مين زي الأوليات الحيانية زي مثلا الأميبة البراميسيوم تحدث أيضا في التحالق البسيطة زي طحب كيلاميدو مناس تحدث أيضا في البكتيريا لحظه تحدث في العموم في بعض الكائنات وحيدة الخلية طب هل في كائنات وحيدة الخلية اللي هتحدث عندها هذه الطريقة هنشوف مع بعض بعد شوية فطر اسمه فطر خميرة أيضا وحيد الخلية لكن لا يتكاثر بالمشتار السوني يتكاثر بالطورهم زي ما هنشوف مع بعض الوقت نرجع كده مع بعض تاني مبدأنا في الانشتار السوني بيبقى ايه يعني نشوف كده في العميبة ونتكلم مع بعض نبص لأي خلية الاميبة بالشك ده كده بها سايتو بها نوعية يبقى عندها أرجل كاذبة أو أقدام كاذبة وقت التكاثر بنجد أن الخلية تبدأ في الاستطالة شوية وتفقد أرجلها الكاذبة بعد كده تبدأ في الانقسام الميتوزي أساس التكاثر اللاجينسي انقسام الخلية ميتوزية أول ما بتنقسم اللاحظ ان الانقسام الميتوزي ده بيكون انقسام متساوي ولما بيحدث هذا الانقسام متساوي بيانتك اتنين خلية قد بعض بالشكل اللي احنا شفناه ده كده باللاحظ ان الخلية الامية دي بتختفي خالص وبيتكون عندنا هنا اتنين خلية بنوية بهذا الشكل يبقى خلية الامية بتختفي في نهاية الانقسام وينشأ اتنين خلية بنوية اللاحظ ان الانقسام ده كله بيستغرق تقريبا نص ساعة يتكرر كل يومين الى تلات ايام فتبتدي بقى الخلية الناتجة خلية البنوية الناتجة دي تنمو خلال يومين لتلات ايام وبعد كده تقدر انها تكون اميبة جديدة زي ما اشوف دي مراحل الانشطار السوني بس نفقاني الظروف مرة تاني في الظروف المناسبة طيب لو الظروف لو الظروف غير مناسبة تعالي نشوف كده مع بعض ما الذي يحدث للاميبة في الظروف غير المناسبة ونركز مع بعض في الكلام اللي جاهد ربنا يكرم وإحنا بنتكلم كنا قلنا الاميبة أصلا كائن له أرجل كاذبة كثيرة بالشكل ده كده عنده نوع عنده فجوة شفنا إزاي خليها استطالت وقت مين مراتين وقت الظروف المناسبة استطالت وبي أصبحت مستطيلة الشكل هنا لو الظروف غير مناسبة تبدأ الاميبة في التكاور بهذا الشكل وتحيط نفسها بحوي صلة أو بالشكل ده كده الأميبة عندنا هنا فيها نوعية فيها فجوة فيها سيتو بلاس الجديد عليها أن هي أحاطت نفسها بغلاف كايتيني أو خويصلة والخويصلة ده نسميها كايتينية تحميها من الظروف الغير مناسبة ده طب وبعدين وهي جوة خويصلة هتعمل إنشطار والإنشطار ده ونطلق عليه إنشطار سنائي متكرر الإنشطار السنائي متكرر هتبتدي لأميبة الوحدة تبقى اتنين والاتنين يبقوا اربعة إلى أن تتحسن الظروف فهي جوة الخويصلة بالشكل ده كده تبتيجي تنشطر عدة إنشطارات سنائية بالشكل ده كده فيتكون العديد من الأميبات طبعا الشكل ده كده جوة الحويصلة ده طب أول ما تتحسن الظروف بنجد إن الحويصلة ده بتتحلل بهذا الشكل وبعد كده اللي بيحصل هنا تتحرع منها الأميبات الصغيرة الشكل ده كده عند تحسن الظروف تبدأ كل أميبة من هذين الأميبات في النمو والتغذية إلى أن تعتمد على نفسها طبعا إلى أن تعتمد على نفسها وتبقى قادرة على الإنشطار السنائي مرة كين زي ما شوف شوفنا كده مع بعض مراحل الإنشطار السنائي في الظروف غير مناسبة في الأميبة نسيب الطريقة ده لسميناها مين مرتين الإنشطار السنائي وخش بقى على طريقة تانية هنسميها مع بعض الطبرام الطبرام يحدث فين بالضبط هنا بعض الكائنات وحيدة الخلايا زي مين الكائنات وحيدة الخلايا زي فطر الخميرة اللي قدامنا ذا كده زي برضو عندنا كائن اسمه مرة تاني كائن عندنا هنا اسمه الهايدرا الشكل اللي احنا شايفينه ذا كده يلا نشوف كده مع بعض طبعا في الكائنات وحيدة الخلايا زي فطر الخميرة نشوف ها في الكائنات عديدة الخلايا زي الهايدرا أو الاسفنج ويلا بينا نتكلم مع بعض فطر زي فطر الخميرة اللي قدامنا بيتميز بوجود نوعين وعنده برضه فاجوة بص باللي اللي بيحصل السيتوبلازم بيدفع السيتوبلازم بيدفع جدار الخليجة وغشقة لما السيتوبلازم بيدفع جدار الخليجة وغشقة اللي بيحصل هنا نبص على طول بيتكون هنا بيتكلم بروز بهذا الشكل البروز ده إيه اللي بيجرانه بقى تبتدي انقونات الخليجة عن قسم وانقسام غير متساوي أجزاء كبيرة وأجزاء صغيرة أجزاء كبيرة بالشكل ده كده أجزاء صغيرة هنا أجزاء الصغيرة هتهاجل للبروز ده أجزاء الصغيرة مرة تانية هتهاجل لهذا البروز طب ومعدين يتكون جدار فاصل يفصل البروز ده عن الخلية الأم يبقى دي كده اسمها خلية أمية والبروز ده ينفصل عنه خالص طبعا دي الخلية الأمية عندنا هنا البروز ده هنا يتحول بعد كده إلى برعم صغير ممكن البروز ده ينفصل عن الخلية الأم ممكن البروز ينفصل عن الخلية الأم ويكون فطر جديد وممكن البروز يبقى متصل بالخلية الأم فتتكون مجموعة خلية متصلة مع بعض وخاصة لما البروز يكون براعم تانية فنبص ليه بتكون حاجة كده اسمها مستعمرة خلوية لفطر مين مرة تاني لفطر اسمه فطر الخمير عندنا نرجع بابده كده مع بعض تاني ونركز كده معايا نشوف التبرم في الكائنات تعديدة الخلية زي الكائن اللي قدامنا ده كده اسمه الهايدرا الهايدرا بتعمله خلاية بينية خلاية بينية ده في الجسم من الجانب بتستطيع الخلاية بينية دي تعمل ايه مرة تاني بص كده تقدر تنقصب مكون بروز بالشكل ده كده يبقى دي كده بروز بهذا الشكل طبع البروز ده بينمو الى برعم والبرعم ده صغير بالشكل ده كده سرعان ما ينفصل من الهايدرا الام زي ما شوفنا كده مع بعض ويكون هايدرا صغيرة تقدر تعيش مستقلة وتانمو بمعنى تاني بص كده ادي الهايدرا الامية بص ده خلاية بينية عندها تنقصب متكون بروز ينفصل البرعم الصغير منه ببتدي ينمو زي ما احنا شايفين كده ينمو مكونا هايدرا بنوية بالشكل ده كده طبعا تستطيع ان تتكاصر مرة اخرى وتكون كائنات جديدة طريقة دي ستمنع التبرم في كائن الهايدرا طبعا الهايدرا بنفس الطريقة بالضبط بتشبه نفس طريقة التكاصر في حيوان السفينج فبنجد برضو حيوان السفينج تقدر الخلاية البانية عنده تنقسم وتكون برضو بروز يقدر يديني حيوان السفينج صغير ينفصل عن الحيوان الاصر تعالي نشوف الطريقة كمان عندنا بنطلق عليها اسم التجدد اللحظ بقى التجدد هنا بيساعد على التكاصر في بعض الكائنات الحية زي ما نشوف في الوقت جديدين البلاناريا يساعد على التكاصر ايضا في الهايدرا والسفينج يساعد على التكاصر ايضا في حيوان نجم البه لكن في بعض الكائنات بيقتصر التجدد على تعويض الاعضاء المطورة تعويض الاعضاء المطورة ده بيخدص في الكشريات زي مثلا الجنبري زي مثلا برضو بعض البرمائيات زي السلماندر أو برضو الضفداء تملك هذه الكائنات قدرة غريبة جدا إن هي تعود بعض الأجزاء المبتورة من أجزاء جسمها لو جينا شوفنا عندنا في الكائنات الأكثر روكيا في الكائنات الأكثر روكيا زي مثلا بعض السديات بعض الفقريات الأكثر روكيا فقريات العليا هنا التجدد بيقتصر على التآم الجروح فقط يبقى كده كل مزاد رقي وتطور الكائنات الحية بنجد أن وظيفة التجدد كتكاثر لا جنسي بتقل وهنا زي ما قلنا في الكائنات البداية ممكن أن تزيد عدد الأفراد اللي بتنتج من هذا التكاثر بينما كل مزاد الرقي هنا يقل قدرة الكائنات على التكاثر بتجدد ويقتصر زي ما قلنا على تعويد بعض الأجزاء المبتورة وفي الكائنات الأكثر روكيا يقتصر فقط على التقام الجروح وتعويد بعض الأنسجة أو الخلايا التالفة اللي موجودة نتيجة أي جرح ممكن يحدث جسم الكائن الحي تعالوا نشوف كده مع بعض الوقتي الكائنات اللي بيساعد فيها التجدد على التكاثر والزيادة العدد دي قدامنا حيوان الهايدرا بالشكل دا كده تعالوا نشوف الهايدرا لو فرض أن احنا أطعناها بعدة مستويات عراضية بالشكل دا كده بنجد أن كل كائن بيكون عنده قدرة أن يعوض الأجزاء المكتورة منه وينتج هايدرا جديدة بالشكل دا كده كل جزء يستطيع أن ينم ويكون هايدرا جديدة بهذا الشكل هللاحظ حاجة برضه في تعديلات الملعج السنة دي وبأكد عليها كمان لو أطعنا الهايدرا بالطول إلى نصفين بالشكل اللي احنا شايفينه دا كده بنجد أن كل نصف يستطيع أن يعوض النصف الآخر اللي قطع منه ويستطيع أيضا أن يكون هايدرا جديد يبقى كده في الهايدرا إذا قطعت بعيدة مستوىات عراضية تنقسم وتكون كل قطعة منها هايدرا جديدة إذا قسمت من مستوى طول منصف أيضا كل نصف يستطيع أن ينقسم ويكون هايدرا جديدة نتيجة التكاثر بالتجدد هنا بقى بنأكد مع بعض أبناء بنات الأعزاء أن الهايدرا عندها طريقين من طريق التكاثر الجنسي علينا التبرم والتجدد الهايدرا والإسفنج أيضا لديها قدرة لديهم قدرة على التكاثر الجنسي بالأمشاج يبقى طريقة التكاثر الأساسية لذي كانت هي التكاثر الجنسي بالأمشاج لكن لو الهايدرا تقطعت فهنا ممكن كل قطع تستطيع أن تنمو تكون كائن جديد لكن خلي بالك بص كلا لو هي فانقسمت خلاياها البينية تستطيع أن تكون بروز ينمو إلى بروم ينمو إلى فرض جديد زي ما شفنا كده مع بعض شفنا التجدد في حيوان الهايدرا نفس المواصفات اللي على الهايدرا نفس المواصفات اللي موجودة على حيوان السفنج بالزبط نرجع برضه التجدد في ديدان البلاناريا ديدان البلاناريا من الديدان المفلطاحة التي تعيش في المياه العزبة تتطفل على الأسماك الدودة ديت برضه من الديدان غريبة جدا لو قطعت بعدة مستويات عرضية فإن كل قطعة منها تستطيع أيضا أن تنقسم وتكون كائن بلاناريا كامل بهذا الشكل نفس الكلام إذا قطعت بمستوى طولي منصف بتتقطع إلى جزئين بالشكلة كده كل نصف يستطيع أن يكون النصف المفقود منه وينتج هنا فرض جديد على طول بكده بتقدر دين البلاناريا أن تتكاثر تكاثر لا جنسي أيضا بالتجدد قطعت بعدة مستويات عرضية أو قطعت بمستوى طولي منصف زي ما شفت نرجع كده تاني أبناء بنات العزي مشوفنا كده التجدد في دين البلاناريا بيوجب العيدرا بيوجب السفنج في أن الدودة ممكن تقطع بمستوى طولي منصف أو بعيدة مستويات عرضية وكل قطعة تستطيع أن تنمو إلى فرض جديد بشرط أن توجد هذه القطعة في مياه عزبة اللي هي البيئة اللي بتعيش فيها ديدان البلاناريا المفلطة زي ما قلنا نيجي بقى لحيوان آخر هو حيوان نجم البحر نجم البحر حيوان من الجلد الشوكيات أو من شوكيات الجلد حيوان مائي بيتكاثر أيضا جنسين وده الطبيعي بتاعه غالبا ما بيبقى ليه خمس أزرع بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده أهم جزء في الحيوان هو منطقة الكورس الوسطي اللي في المنتصف دي كده ما الذي يحدث لنجم البحر إذا قطع منه زراع مع جزء من الكورس الوسطي شايفين كده هذا زراع ما أطوعه مع جزء من الكورس الوسطي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده أمامنا ما الذي يحدث هنا لاحظوا هنا هيحدث حكتين مع بعض الزراع ده يستطيع أن ينمو ويكون نجم بحر جديد وأيضا نجم البحر ده يستطيع أن يعوض زراعه المفقود يبقى كده هيحدث حكتين مع بعض في نفس الوقت الزراع يقدر ينمو ويكون نجم بحر جديد وفي نفس الوقت النجم الأصلي يقدر أنه يعوض الزراع المقطوع منه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده طيب لو الزراع ده ودت بدون جزء من الكورس الوسطي لا يحوي جزء من الكورس الوسطي بنجد أن الزراع ده بيموت على طول ونجم البحر الأصلي بيعوض الجزء المقطوع منه فقط يبقى كده اقتصرنا هنا على تعويض الأجزاء المقطورة دون تكاثر زي ما شوف يبقى كده التجدد في نجم البحر عشان يحدث ويساعد على التكاثر لازم الزراع يبقى فيه إيه مرة تاني جزء من الكورس الوسطي يبقى كده زي ما تكلمنا لاحظ أن التجدد في نجم البحر ممكن يساعد على التكاثر لو الزراع معي جزء من الكورس الوسطي ممكن يقتصر على تعويض أجزاء مقطورة فقط لغير إذا كان الزراع بدون جزء من الكورس الوسطي لكده الزراع ده ممكن يموت وهنا ما يقدرش يكون أي أفراج جديد نلاحظ أن نجم البحر كده معي لازم عشان يجدد لازم الزراع يبقى معي جزء من الكورس الوسطي عشان يقدر يدينا أفراج جديد طيب نلاحظ حاجة برضو يا طرق نجم البحر اللي أمامنا ده بيتغزى على إيه؟ وجد العلماء أن نجم البحر بيتغزى يوميا على عشر محارات من المحار الذي يكون اللؤلو معنى كده أن نجم البحر ده يسبب خسائر اقتصادية ليه مرة تاني؟ كله نتغزى على عشر محارات من المحار المكون للؤلو يوميا ده ممكن يؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية هنا بسبب هذا كان عشان كده قديما كان مربو اللؤلو بيعملوا إيه؟ أم مربو محار اللؤلو ده كانوا بيجمعوا نجم البحر ده وعشان يتخلصوا منه كانوا بيقطعوه وبعدما بيقطعوه إلى قطع صغيرة بيرموه للمية معتقدين أن السمك هيتغزى عليه ويتم القضاء عليه ولكن كل إزراع مع جزء من الكورس الوسطي كان بيقدر أنه ينقسم بويتكاسر بالتجدد ويعوض الأجزاء المقطوعة منه مرة تانية ويكون كائن جديد زي ما شفنا كده مع بعض عشان كده يعني الوقت مربو محار اللؤلؤ ليه؟ يتم التخلص منه نجم البحر لابد 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 منه تجميعه ثم حرقه للتخلص منه على طول يبقى كده للتخلص من نجم البحر مرة أخرى لابد من تجميعه وبعد ما بينجمعه بيتم حرقه للتخلص منه والقضاء عليه تعالي نشوف صورة أخرى من صور التكاثر الجنسي وأكثر صور التكاثر اللاجنسي فيها مميزات وأكثر صور التكاثر اللاجنسي يعني زي ما احنا بنقول كده هامة وسريعة وتنتج أكبر عدد من الأفراد يستطيع أن يتحمل الظروف الغير مناسبة هي صورة التكاثر بالجراسيم التكاثر بالجراسيم زي ما احنا شايفين كده بيحدث في بعض الكائنات زي الصورة العشمال دي كده فطر عفل الخبس هنشوف بعض الكائنات عندها قدرة على التكاثر بالجراسيم زي نبات الفجير اللي الورع بتاعته زي ما انت شايفين كده على سطحها الصف اللي بيبقى فيه بصارات جرسومية كثيرة بالشكل ده كده بتحوي طبعا حوامل جرسومية فيها حوافز جرسومية بعض الفطريات أيضا زي فطر الماشروم أو عيش الوراب برضه ممكن أنه يتكاثر بالجراسيم تعالي نشوف كده مع بعض الصورة الجراسيم في العموم خلايا وحيدة متحورة نيتم على طول وتكون كائنات كاملة طيب الجرسومة أصلا مبارا عن إيه؟ الجرسومة أصلا مبارا عن خلايا وحيدة خلايا دي فيها السيتوبلاس السيتوبلاس من فيه كمية مية ضائلة وطبعا المية الضائلة دي هتقول لي ليه؟ أقول لك ربنا خلق لكل حاجة سبب المية القليلة ديت عشان يبقى وزن الجرسومة دي خفيل فيقدر الهواء ينقلها مسافات بعيدة المية الضائلة دي ليه داخل الجرسومة؟ عشان لو تحطت في وسط راتب تقدر تنتص المية من الوسط الراتب ده فتنتقل المية من مية كتيرة على المية القليلة فتقدر الجرسومة ديت تنبت بمرور الوقت وتنتج كائن جديد لو جينا شوفنا عندنا طبعا اللي بيحمل المادة الوراثية اللي يزيد الجرسومة هي النواة واللي يحمي الجرسومة ديت برضو من الظروف الغير مناسبة ويجعلها تتحمل الظروف الغير مناسبة هو جدار الجرسومة السميك اللي بيحيد به تعالي نشوف التكاثر بالجراسيم بيحدث فيهم بالظبط بيحدث في بعض الأمثال زي ما قلنا بعض الفطريات زي فطر عفن الخبز وشوفنا كمان فطر عيش الغرب بعض التحالب أيضا بتتكاثر بالجراسيم ما بننساش بعض النباتات الصرخصية أو الصراخص أو الصرخصيات زي نبات الفجير ونبات قصبرة الباء أيضا هذه النباتات هنشوفها في لقاءات قادمة إن شاء الله ونشوف دورة حياتها وإزاي بتقدر نهاية تنتج جراسيم بعدك كبير إحنا قلنا أكتر طريقة مميزة في سؤال التكاثر لا جنسي هي التكاثر بالجراسيم أكتر طريقة مميزة ليه بقى بنأكد مع بعض ونركز معي كويس جدا في الجزئية هنا بنأكد إن الكائنات التي تتكاثر بيزيد طريقة تتميز بسرعة الإنتاج سرعة التكاثر نفس الوقت تحمل الظروف القاسية عشان لديها جدار سميك بيوحيد بالجرسومة الانتشار لمسافات بعيدة زي ما قلنا الجراسيم بتبقى حجمها صغيرة خفيفة عشان السيتوبلازم بتاعها فيه مياه وليلة عشان كده تتميز بالانتشار لمسافات بعيدة يمكن دي صورة لفطر عيش الغراب وبص الحواجز الجرسومية اللي من تحت دي هي دي اللي تستطيع تنتج الجراسيم اللي يتكاثر بها هذا الفطر من أكتر الكئنات اللي تتكاثر بالطريقة ديت بنأكد معاكم طبعا فطر اسمه فطر مين فطر عفن الخبز تعالوا نشوف مع بعض دورة حياة فطر عفن الخبز ونركز معايا كويس جدا في دورة الحياة اللي جاية دي ونشوف كده كيف يتكاثر هذا الفطر مع بعض فطر عفن الخبز بيتكون من خيوط بالشكل ده كده بتمتد على سطح الخبز بنسمي دي خيوط الغزل الفطري يخرج من أسفل حاجة اسمها أشباك يزور لو جينا شوفنا عندنا الفطر ده يستطيع انه يكون حوامل جرسومية بالشكل ده كده حوامل جرسومية ديت بيبقى فيها كده حوافز جرسومية طبعا خفزة جرسومية بتبقى فاضية الأول بعد كده بص بتنقسم خليها وتكون جرسوم بعد كده بص بتنقسم حافظة جرسومية ديت بتنفجر بالشكل ده كده وأول ما تنفجر بيتحر من الجرسوم الناضجة بالشكل ده كده الجرسوم ديت بتسقط على خبز راطب لازم تسقط عمين مرة تاني لابد ان تسقط على خبز وخبز ده خبز راطب أول ما تسقط على خبز راطب تبتدي تمتص الميا ولما تمتص الميا جدورها تتشقق ولما جدورها تتشقق تبقى دي كده جرسومة نابيتها بالشكل ده كده طب وبعدين تبتدي بقى فانقسم الجرسومة النابيت ديت وتكون مين بقى ده كده غزل فطر جديد غزل فطر بالشكل ده كده غزل فطر ده يقدر انه يكون مين مرة تاني طبعا هنا يكون على طول زي ما شفنا كده فطر جديد زي ما كلمنا كده مع بعض ده كده دور حيات فطر اسم فطر عفن الخبز شفنا كده ايه اللي بيخصل فيها مع بعض تعالوا بقى نشوف بعض الأسئلة على الصور التكاثر اللي جنسي وعلى الجزء اللي احنا اخدناه ده نربوط بمقدمة التكاثر اللي اخدناها قبل كده اي العلاقات التالية يعبر عن معدل التكاثر في الكائنات الحية ولاحظوا معدل التكاثر بيزداد معدل التكاثر كل ما ايه اللي حصل لحجم الكائن الحية كل ما زاد ولا كل ما قل لحجم الكائن الحية طبعا من المعروف ان معدل التكاثر بيزداد كل ما حجم الكائن الحية قل وبالتالي كده العلاقة بين الحجم معدل التكاثر علاقة عكسية والتاني كده الإجابة الصحيحة هي الإجابة ألف زي ما شوف أي العلاقات التالية برضو يعبر عن معدل التكاثر جيب لي هنا معدل التكاثر وعمر الكهن الحية كل ما زاد عمر الكهن الحية ما الذي يحدث معدل التكاثر معدل التكاثر بيزداد إمتى لما يبقى عمر الكهن الحية طبعا قليل محدود فهنا الكهنات الأقل عمر أكثر تكاثرا من الكهنات الأكثر عمرين ي Guild Riddle العلاقة بين ہونا معدل التكاصر وعمر الكائنات أيضا علاقة عكسية بالإجابة برضو 1000 أي العلاقات التالية يعبر عن معدل التكاصر في كائنات التالية يمكن לדيني كائنات مائية وكائنات برية المعروف إن الكائنات المائية بتتعرض لمخطر أكتر وبالتالي تكاصرها هيكون أكتر من الكائنات البريعة وبالتالي لابد أن نقول كينات المائية معدل تكاثره أكثر لألي كده طبعا الهلاقة عندي هنا باب بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده كينات المائية أكثر تكاثره من الكينات البغية زي ما نشوفنا كده مع بعض يقول أي علاقات دي برضو بيعبر عن معدل التكاثر مديني كينات راقية وكينات بداية مين اللي بيتكاثر أكثر الكينات البداية ولا الراقية طبعا معروف أن الكينات البداية تتكاثر بمعدل أكبر من الكائنات الراقعة عشان تقدر أن هي تحافظ على أنواح وعلى نفسها فهنا بيبقى لديها قدرة على التكاثب معدل أكبر ومالتالي الإجابة الأصح معي هنا هي الإجابة جيم زي ما شفنا كده مع بعض أي العلاقات التالية يعبر عن التراكيب التي توحيط بسيتوبلازم الأميبة في الظروف الطبيعية الظروف الطبيعية الأميبة بسيتوبلازم يوضع أميحط بغشاء نوع غشاء بلازم فقط لأن دي طبعا من الأوليات الحيانية والخلية الحيانية تحاط بغشاء بلازم فقط لا غير ده لو الظروف طبيعية طب لو الظروف مش طبيعية هيبقى طبعا مع هنا غشاء بلازم ومع هنا حوصلة قي تينية وبالتالي كده أنا بقول هنا ظروف طبيعية بإجابة بها فقط لا غير هي دي الإجابة الصحية لو قال لي الظروف غير مناسبة ما تنسيش الظروف غير مناسبة بكده هاوصلها قاية تينية مع الغشاء يبقى الإجابة اللي قالتلي كده طبعا الإجابة هنا هي الإجابة الصحيحة عندي هنا زي ما احنا شايفين لو اتكلمنا برضو مع بعض بيقول لي اي العلاقات التالية وعبر عن علاقة بمعدل التكاثب بالتجدد ودرجة رقي الكينات الحية طبعا كل ما زاد الرقي طبعا يقل معدل التكاثب بالتجدد وفي تلك العلاقة هنا عكسية يبقى الإجابة هنا ألفية الإجابة الصحيحة زي ما احنا شايفين كده مع بعض في دراسة للنوعين A و B من الكينات الحية اللي بتاقيش فيها أحد الغابات تم الخصول على النتائج ومستلت بيانين كما بالشكلين إدرسهم ما الذي يميز النوع A عن النوع B نلاحظ النوع A ده بمرور الزمن أعداد أفراده في تزايد بينما النوع B بمرور الزمن أعداد أفراده في تناقص إذا كده الظروف مناسبة لاستمرار بقاء النوع A دي إجابة صحيحة أو ينفع أقول الظروف غير مناسبة لبقاء النوع B عشان كده النوع B ده بيتناقص بمرور الوقت ما السبب في وضع أنسى السلاح في المائية ما يقرب من 200 بيضة بينما أنسى السلاح في الصحراوية تضع حوالي 30 بيضة ده سؤال برضو جاي في متحان تجريبي يونيا 21 و 21 قبل كده بنقول هنا طبعا الكينات المائية عشان أكثر تعرضا للمخاطر فهي أكثر تكاثرا عشان كده هنا طبعية التكاثر في الاتنين تكاثر جنسي بالأمشاك نوع التكاثر جنسي خلاص لاحظ معي يبقى نوع التكاثر جنسي طريقته تكاثر بالأمشاك حجم المخاطر من المعروف أن الكينات المائية أكثر تعرضا للمخاطر وبالتالي أنا دي الإجابة الصحيحة نوع الحركة هنا ما تنفعش معنا لأنين الاتنين عندهم أربعة طراب بتساعتهم على الحركة يبقى كده الهجابة هنا الصحيحة هي حجم المخاطر بتاعها دي الكائنا هو ده اللي خلى معدل التكاثر فيه بيبقى أكثر إذا علمت أن خلية الأميبة بتنقصت كل يومين مع عدد الخلية النتجة من انقسامها بعد عشر أيام أنا لو بحثت عندي هنا واحد أميبة هاديها اتنين يوم هاديها اتنين خلية تيجي تنشطار سنائي على طول طب لو ستها اتنين يوم كمان يبقى اربعة لو ستها اتنين يوم كمان يبقى ثمانية لو ستها اتنين يوم كمان يبقى كده ستاشر خلية لو ستها اتنين يوم كمان كده كملت العشرة يبقى اتنين وتلاتين خلية يبقى اللي جابة عندي مع عدد الخلية النتجة من انقسامها بعد عشر تيان بتكرار الانشطار السنائي ينتجينا بعد تكرار الانشطار السنائي خمس مرات ينتج اتنين وتلاتين خلية زي ما شوفنا كده مابط أبناء الأماناتنا الآن وصلنا لنهاية لقاءنا الآن يا ربي كده نكون استفدنا من لقاءنا وربنا يكرينكم انتظرونا ونستكمل معا إن شاء الله باقي التكاثر في الكائنات الحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته